تنضم إلينا من مشارف ضحية بيروت الجنوبية رينا دويهي مراسلة الحدث رينا مرحبا بكي أطلعين على آخر العمليات الآن كانت هناك ضربتان يوم صباحا على مناطق برج البراجنة، الغبيري والطيونة هل من تفاصيل أكثر رينا؟ في الواقع هناك تحذير إسرائيلي جديد قبل دقيقتين من الآن تحذير إسرائيلي هو الثالث يعني جولة ثالثة من الاستهدافات على الضحية الجنوبية لبيروت المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي طلب بإخلاء مواقع قرب بحارة حريك والحدث هذه المرة بعد أن كانت الاستهدافات الصباحية تطال لغبيري وغارة واحدة على البرج إذن قبل أقل من دقيقة من الآن تحذير جديد إسرائيلي لضرورة إخلاء بحارة حريك وبرج البراجنة وكانت الضحية الجنوبية لبيروت عاشت بعد ليل هادئ سلسلة من الغارات الصباحية الأولى بدأت فجرا عند الساعة السادسة والعشرون دقيقة من التوقيت المحلي كان هناك تحذير إسرائيلي بإخلاء مباني قرب الغبيري والغبيري بطبيعة الحال كانت مدينة لا تزال مسكونة ولو بقلة من السكان رشقات نارية تطلق في هذه الأثناء ومع كل تحذير لضرورة تنبيه الناس لإخلاء منازلهم مع كل تحذير إسرائيلي جديد الغارات على الغبيري والتي تركزت خلال الـ 24 ساعة الماضية وتكثفت بطبيعة الحال أكثر من 12 غارة على الغبيري مؤخرا طالت مباني سكنية وسوتها تماما بالأرض وتركت دمارا كبيرا في هذه المنطقة والمنطقة وأصوات الانفجارات العنيفة وصلت إلى خارج بيروت بطبيعة الحال أما بعدها فكما كانت إلا ساعات حتى جاءت تحذير ثاني لبرج البراجنة والأيضا الغبيري الغارة على برج البراجنة كانت قريبة جدا من المطار نتحدث عن أقل من كيلومتر خط نار باتجاه المطار من المدرج الشمالي وعلى وقع كل هذه الغارات وردا عادة ما تحصل هذه الهجمات على المنطقة المحادية لمطار رفيق الحريري وبالتالي هنا أسألك هل من حصيل أولية للضحايا حتى اللحظة نحن ومنذ أيام لا نتحدث عن ضحايا في مجمل الاستهدافات المتكررة على الضاحية لم يتم تسجيل قتلة في هذه الاستهدافات رغم أن عدد القتلة في الأيام الماضية وتعدادهم يتكاثر ويزيد ولا يقل عن الخمسين في كل يوم ولكن هؤلاء القتلة يتركزون في الغارات المتنقلة التي اعتمدتها إسرائيل في الأيام الماضية والتي رصدناها إن كان في أقاسي الشمال لجهة عكار أو في قضاء صيدة لجهة السكسكية أو في جون في قضاء الشوف يعني إذن كانت هناك غارات متنقلة لاستهداف شخصيات لحزب الله وبالتالي اغتيالات معها يسقط عدد كبير من القتلة ولكن التحذيرات الإسرائيلية على ضحية الجنوبية نادرا ما تصفر عن عدد من القتلة بطبيعة الحال هذه المنطقة شبهة خالية الجديد واللافت هي خروجها جغرافيا عن الضحية الجنوبية بحد ذاتها إلى تخومها ونعني هنا منطقة الشياح يعني كما حصل ليل أمس وأيضا إذن يبدو أنه لا لك طائرة مدنية في هذا وهذا تزامن أيضا مع الغارة على برج البراجنة ترجمة نانسي قنقر